السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم كيمية أول متوسط عند الدرس الثاني الفلزات صفحة 56 الفكرة الرئيسة تصنف العناصر إلى الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات اعتمادا على التشابه في خصائصها بالاعتماد على مواقعها في الجدول الدوري هنا السؤال يقول لك اذكر تصنيف العناصر في الجدول الدوري اذكر تصنيف العناصر في الجدول الدوري أقول للفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات يقسم الجدول الدوري على ثلاث مواقع فعند رسم خط متعرج في الجدول من عنصر البورون بي إلى البولونيوم بي فإن هذا الخط يفصل الفلزات وهو العناصر التي قع إلى اليسار الخط المتعرج في الجدول الدوري عن القسمين الآخرين من الجدول الدوري وهي اللافلزات وأشباه الفلزات هذا كلش مهم يجي فراغات تكون العناصر الواقعة على الخط هي فراغ أشباه الفلزات وعليمين فراغ أشباه الفلزات هنا لافلزات يمكن تخيل أشباه الفلزات في الجدول الدوري كدولة صغيرة تفصل بين دولتين وأنها أولهما صغيرة هي دولة اللافلزات والأخرى عظمها هي دولة الفلزات هي الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات ننتقل الى صفحة 57 سوري سوري بعد هذا عندنا هذا السؤال لازم نحله لان هذا يجي دائما يجبوا مدرساتنا يقولون يعني يجبوا بالشهري بالامتحان الوزاري سوري بالامتحان نهاية السنة فش نقول يقول ماذا يمثل هياته هسا قرأته ماذا يمثل الخط المتعرج المرسوم من عنصر البولون ب هياته الى عنصر البولونيوم ب شو يمثل اقول له يمثل هذا الخط هياته يمثل هذا الخط الفاصل بين الفلزات والفاصل بين من يمثل هذا يمثل هذا الخط الفاصل بين الفلزات واللافلزات بس يتشي ها عيني زي الفلزات طبعا كسؤال يجي فرق بين الخواص الفلزات واللافلزات فتذكرون خواص الفلزات وخواص اللافلزات الفلزات جميع الفلزات مواصلبة في درجة الحرارة الغرفة ما عدا الزيبق يكون في حالة سائلة في هذه الدرجة من الأمثل على الفلزات الرصاص والحديد والنحاص والخارسي يقول لك عرف الفلزات وما هي خواصها هذا السؤال لماذا تكون قابلة للطرق السحب لأنها تصنع منها صفاح ولها استعمالات مختلفة هذا يقول لك اذكر خاصتين للفلزات تقول مثلا الفلزات بريق معدني او تقول تكون جيدة التوصيل للكهرباء زي يقول لك لماذا تشترك ايه لماذا تشترك الفلزات في نفس الخواص ذكرنا ان الذرات لها الالكترونات مرتبة في مدارات حول النواة والالكترونات توجد في مدارات والخارجية التي تحدد خواص العناصر الزمر الثلاثة الاولى للمجموعة ايه في الجدول الدوري تمتاز بانها لها الالكترون يعني اقول لك هاي ما هي مميزاتها الالكترون الى ثلاثة الالكترونات في مدارها الخارجي هذا العدد القليل هذا فراغات هذا العدد القليل من الألكترونات الخارجية هو الذي يعطى لهذه المجموعة الفلزية خواصها لكون هذه الألكترونات السالبة بعيدة من النواة الموجبة لذلك يقل تأثير جذب النواة لها وتكون قوة الربط بينها ضعيفة ونتيجة لذلك تستطيع تغير شكل الفلز بالطرق دون أن ينكسر أن ذرة الفلز تنزل بعضها وراء بعض وصحيح أن هذه الذرات مرتبطة مع بعضها لكنها لا تشكل تركيبا معينا أو محددا وهذا السلوك يجعل الفلزات قابلة للطرق والسحب وقادرة على توصيل الحرارة والكهرباء يعني شنو مثلا تقول لك لماذا تشترك الفلزات في نفس الخواص أقول له هذا الجواب ما أهمية وجود الفلزات توجد الفلزات كعناصر حرة في الصخور وتدخل في تركيب يعني النقطة الأولى أولا نقطة الثانية تدخل في تركيب القشرة الأرضية ثلاثة تستخلص الفلزات من أملاحة وخاماتها أربعة تحول إلى عناصر نقية ولكل فلز صفات فيزيائية تميزها مثل اللون وشدة اللمعان والصلادة يعني القساوة للفلزات أهمية بالغة في حياتنا هذا سؤال أو تعليل شنقول لأنها حسب صفاتها الخاصة الألمنيون مثلا يستعمل في صناعة هياكل الطائرات والأبواب والنوافق أما النحاس يستعمل صناعة الأواني المنزلية والسباك والعملات النقدية واسلاك الكهرباء ويستعمل الحديد في صناعة المغانط وهياكل السيارات ويدخل في عملية البناء يستفاد من الذهب في صناعة الحلي وتعد السباك من أهم استعمالات الفلزات هاي كلش مهمة أهمية أهمية وجود الفلزات شنو أهمية وجود الفلزات زين هسا شنو عدنا هاذي اذكر نوعين من استعمالات الفلزية لنحاس والألمنيوم هياته هسا قلنا النحاس أقول له صناعة الأسلاك الكهربائية النحاس صناعة الأسلاك الكهربائية وكذلك العملات النقدية هسا قلناها أسلاك الكهربائية والعملات النقدية والألمنيوم صناعة هذا المغانط وهياكل صناعة هيكل الطائرات نقول ها عيني صناعة هيكل صناعة هيكل الطائرات وأواني الطبخ المنزلية زين الفلزات في الجدول الدوري تشابه خواص الفلزات في الزمرة العائلة الواحدة وتتترج هذه الخواص بالدورات كلما تحركها من اليسار إلى اليمين فعلى سبيل المثال تقل الفعالية الكيميائية للفلزات كلما تحركها من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة وستتعرف على خواص الفلزات في بعض الزمرة التي تحتويها الزمرة الأولى أي تسمى هذه بالفلزات القلوية تبدأ بعنصر الليثيوم وتنتهي بالفرانسيوم أفعار تعد هذه الفلزات الأكثر نشاطا هذا علل هذا علل مهم كل شيء هذا الجواب وذلك لأن ذراتها تمتلك إلكترون واحدا في مدارها الخارجي فهي تتفاعل مع الماء والأكسجين بشدة عارية لماذا علل لكونها جواب فعالة جيدة لا توجد بشكل حر وإنما بشكل مركبات مثل كلوريد الصوديوم ملح الطعام واغلب مركبات هذه الزمرة فعالة غالبا ما تخزن الفلزات القلوية في الزيوت لكي يتفاعل مع الهواء والماء الزمرة الثانية تسمى الفلزات القلوية الترابية وهي أقل فعالها تعريف كل من تعريف هي أقل فعالية في الزمرة الأولى وتمتلك إلكترونيا في مدارها وتمتلك إلكترونيا في مدارها الخارجي يعني وتبدأ وتبدأ بالبرليون بي اي وتنتهي بالراديون بار اي وتشترك عناصر هذه الزمرة بتكوين مركبات ذات أهمية مثل الكاليسيوم يدخل في تركيب الإسمة والطباشير وعظام الإنسان طبعا مهمة الفرق بين الفلزات القلوية والفلزات القلوية الترابية هنا سؤال يقول لماذا تعد الفلزات القلوية أكثر فعالة من الفلزات القلوية الترابية وذلك لأن الفلزات القلوية تحتوي على أليكترون واحد في غلافها الخارجي لذا يسهل فقدانه سأعيد هذه النقطة وذلك لأن الفلزات القلوية تحتوي على ألكترون واحد في غلافها الخارجي لذلك يسهل فقدانه نحن تخلص محاضرتنا وإن شاء الله التوفيق